نظمت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة حفلها السنوية لتكريم السائقين الملتزمين بمعايير التفوق والتميز صباح اليوم بقصر الثقافة في الشارقة بمشاركة 180 سائقا التابعين لشركات التميز العاملة في الإمارة في إطار مساعي الهيئة لتقدير السائقين ودعم العناصر المتميزة بما ينعكس على جودة الانتاجية وتحسين مستويات الخدمة المقدمة للجمهور وذلك بحضور مديري الإدارات والشركاء الاستراتيجيين وممثلي شركات الامتياز في الإمارة وقال المهندس يوسف خميس العثماني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة في كلمة أمام الحضور نجتمع اليوم لتكريم نخبة من السائقين المتميزين لما قدموه وساهموا به من الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها مركبات الأجرى ووسائل النقل للجمهور وحرصهم الدائم للوصول إلى أعلى المعايير من رضى المتعاملين بما يتوافق مع رؤية وأهداف الهيئة لتحقيق الريادة في خدمات نقل الركاب في الإمارة ونحرص دوما على التميز في الخدمات واستكمال كافة عناصر النجاح في العمل شكرا